توقع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس انتهاء خطورة فيروس كورونا العام المقبل 2022 كما رجح جيتس أن يصبح تطعيم الناس سنويا مع دخول كل خريف بلقاح خليط مضاد للإنفلونزا وكورونا في آن واحد كما قدر أن تشهد المجتمعات بشكل مستمر تفشي فيروسات وأوبئة مماثلة إلا أنه أكد أن أدوية جديدة ستظهر لمعالجة أي جائحة مستقبلية